السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمة وبطبعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات يوم الإخوان غدي نتكلموا على حقيقة مقتل جندي مغربي التابع لإسرائيل في غزة وكذلك غدي نشوفوا المغرب يقتني ثلاثة طائرات من نوع الكانادير بقوم معي الإخوان نشوفوا التفاصيل دائما كنتمنوا منكم أنكم دعمونا باللايك أسدلكم دعمونا بالبرتاج كذلك الاشتراك ودائما نحن مستمرين في القضية المقدسة عند شاب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغري في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله على بركة الله غدي ندخلوا صورة الموضوع إخواني أخواتي حقيقة مقتل جندي المغربي اللي قال كتابع الإسرائيل في غزة بزاف دي الجرائد الجزائرية تكلمت على هذا الموضوع تكلمت على العطور على جثة مغربي بلباس مغربي أول حاجة الإخوان واش حاليا كان شي مواجهة اسكريا على الأرض يعني كان غير صواريخ يعني هاتش اللي كان تاني حاجة واش إسرائيل هي بحاجة إلى المغرب أو إسرائيل بحاجة لأي دولة أخرى باش تحارب معها قابر كيقول مصرح جندي مغربي تابع لإسرائيل في غزة كشفت مصادر إعلامية متطارقة عن مصرح جندي مغربي على حدود غزة تابع للكتيبة حضاش المغربية التي وصلت أمس في إطار الدفاع المشترك مع الكائين الصهيوني كما قالوا وصلت أمس في إطار الدفاع المشترك مجرداsong until the and copain على إسرائيل فичес p.v. يصلل وصل الى التلاح والتنع republican had Al conner للجرائد بالجرائد اخوان ديال هاد الكابرانات كيبانوا لينا بلي كيجيبوا واحد الفيلم والمشكل كيديروا هاد الفيلم المشكل ديالهم انهم مكيعرفوش يلفوا يعني عندهم تأليف فاشل مكيعرفوش كيفاش يصيغوا واحد الجملة او يديروا يعني واحد الخبر اللي ممكن ان الناس يتيقوه ؟ قالك سيديك دفاع مشترك؟. الصراح او عندهم لا اخلاق ما عادهم لا دين. ماشي الاتفاقهات اليه الذين يصال التاو اعاون المشترك؟ لعدي هاد Health 회 obligation that th sindallet 57% في بيتة المال.اني في الصندق دية المال Switzerland يجب أن يزيد صفت الجيش مع اسرائيل هذا الشيء الذي يساهم المغرب لفلسطين وغزة في المقابل يصفت الجونه لاسرائيل هذا الدعم كامل الذي يدعم المغرب في فلسطين يزيد ويصفت جيشه يقتلوا الاخوان في غزة نحن نعرف أن الموقف المغرب واضح نحن نعرف أن المغرب أدان العدوان وضغط على اسرائيل والبين رهبين والبين من الخارجية المغربية هذا الشيء كامل ونرسله الكتيبة 11 وكم طلبوا من الناس الذين يجبون هذه الأخبار يعطينا معلومات أو تفاصيل أكثر يقولون لنا غير هذه الكتيبة 11 فين كاينة؟ شكو اللي يترأسها؟ فين كالتمركز في المغرب؟ يعطينا هذا الجواب على الأقل نخاطبه هنا الكائنات البصبعية على الأقل أن المغرب عنده جنود لحد الآن مقابر ديالهم ركاينين في سوريا هاد الجنود اللي كانوا كي يحاربوا ضد إسرائيل يعني هزوا السلاح ضد إسرائيل واستشهدوا بجانب الفلسطينيين المصريين والسوريين يعني هادوا المغربة قولوا لي ننتوما يعني الكائنات البصبعية واش عندكم شي تاريخ واش عندكم شي نهار الجيش الجزائري أو الشعب الجزائري أو شي واحد من الجزائر مجهز السلاح ضد إسرائيل يعني هاد الجواب ممكن أنكم جاوبونا فيه وفيما يخص المغرب فيما يخص المملكة المغربية المغرب اليوم يقتني طائرات كنظير جديدة يعني رسميا اليوم حسب هسبريس المغرب يحصل على ثلاثة ديال الطائرات لتعزيز الأسطول إخماد الحرائق هنا واحد السؤال للكائنات البصبعية انتوما مقضيتو حتى على الحرب ديالكم مع النار يعني مع الحرائق كل شي تحرق الشعب الجزائري خصوصا خصوصا الساكينة ديال تيزيو الزو معظم أو عدد كبير من هاد الساكينة يستشهدوا بالحرائق هادي مدة الرئيس ديالكم الرئيس ديال القوة الضاربة قال لك مشا في واحد المعرض المعرض اللي معرفنا شوش ديال تركتورات ولا ديال الكيران ولا ديال شي حاجة أخرى مشا وقال لك سيدي بغي يشري طائرة ديال كنظير وقال لهم بغينا طائرة ديال كنظير واني أخوتي أصلا ماشي يشري طائرة ديال كنظير كنظير وهو أصلا مشا عند الميريكان يعني واحد الوافد الميريكاني مشا عندهم قل لهم بغينا للكنظير بشكل مستعجل فين كين اللي حد الآن مازال ما بان للكنظير لحتى شي حاجة ككل سانة كيخرج عبد المجر كيقول لهم أرا السنة الماجياء سنشر طائرة ديال كنظير اليوم المغرب اليوم الحمد لله المغرب جوه الحرائق وخاكين تقارير لفضحات النظام العسكري الجزائري ويضف هاد الحرائق اللي كانو في المغرب تقارير اسبانيا كتقول باللي الحرائق اللي كانوا في المغرب وفنفس الوقت كانوا في اسبانيا يعني بفعل فاعل وكان تقارير تسريبات خرجات باللي النظام عنده يدف هاد شي ولكن الحمد لله المغرب استطاع انه يوقف هاد الحرائق بدون خسائر بشرية وليوم حسب هسبريس المغرب يقتني ثلاثة طائرات ديال كنظير لتعزيز وسطول إخماد الحرائق مهم إخواني أخواتي اللهم زيد ويبارك وصلنا النهاية ديل هذا الفيديو كنتمنى انكم دعمونا باللايك والبارتاج كذلك الاشتراك شكرا لحسن المتابعة شكرا لحضور ديلكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة